رياضيا انطلقت مساء امس بملعب ادريس محمد اويا فعاليات مباريات دوري رابطة تنجمينة لكرة القدم حيث جمعت مباراة الافتتاح فريقي غازيل وإليك اسبور وقد انتهت المباراة بفوز إليك اسبور على غازيل بهدف دون مقابل محمد مادي بعد تأخر دام حوالي 16 من بدء الموسم الرياضي الجديد عاد فريقاء غازيل اسبور العاصمي بطل دوري جمينة في النصفة الماضية وإليك اسبور للأضواء هذا وعدى لاعب الفريقين مباراة فوق الوسط حيث تعدت الأخطاء وخاصة التمريرات الخاطئة وبالرغم من ذلك سنحت فرص عدة لفريق غازيل لتسجيل الأهداف بعدها نجح لاعب إليك اسبور عبدالله جبريل تسجيل هدف التغدم في الدقيقة الخامسة والاربعين والذي انتهى عليه الشوط الأول بتغدم إليك اسبور وفي الشوط الثاني استطاع فريق غازيل السيطرة الكاملة على وسط الملعب حيث أضاع لاعب الفريق أهداف بالجملة نتيجة لسوء الطالع وبالرغم من التغييرات ظلت النتيجة في حالها حتى أعلن حكم الساحة نهاية المباراة بفوز فريق إليك اسبور بهدف يتيم رئيس رابطة كرة القدم بمجمينة طرغ للأسباب التي أدت لتأخر بدء الموسم الرياضي بالعاصمة إنجمينة بدنا للأنصمة أوفيسية اللي هنا رابطة كرة القدم لمجمينة تنجمينها للفريق اللي ندوم الدفاة الثانية أول مرة شيء دا أني ننسوه وما لا سيناري يعني تعرف شيء اللي يربط الرابطة ما الفرق دا شيء اللي بنادو أفلياسيون والأفلياسيون سند الإكيب اللي هنا للبريمير ديفيزيون ما أفليي أجلة في الأشرع يكيب دا تقريبا تلاتة فرق بس هم بس الأفليي بهذا الانتصار تحصل فريق إليك اسبور على سلاس نغاط من جانبه مدرب فريق إليك اسبور عبد الكريم أحمد أكد بأن فريقي بحاجة لتحسين وسط الفريق أما مدرب فريق قازيل موسى عيسى أضحب أنه سيعمل خلال الفترة المغبلة على دعم خط هجوم الفريق بهذا الخبر رياضي ننهي معكم هذه النشرة دمتم في رياعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله